مدرسة على الهواء عزائي طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء مادة اللغة الإنجليزية مدرسة اللغة الإنجليزية بدأنا الي هي يانا 3 بعنوان ديلي اكتفتز والديلي اكتفتز الي هي الأنشطة اليومية والأنشطة اليومية طبعا بستخدم فيها زمن المضارع البسيط وهنا زمن المضارع البسيط باختصار مع I, they, we, we, you and plural اللي هي أي حاجة plural نعوان نصب باستخدم اللي هو البرب في الانفينيتيف لكن مع هي وشي وقت انا ويأد احنا منضيف S, E, S, I, E, S الديلي اكتفتز بتتكلم على الحاجة اللي انت بتعملها كل يوم وين يو جيت اب من أول ما تصحى لغاية وطو سليب لغاية ما تنام فأول ما بصحى طبعا اللي هو احنا منتكلم على الديلي اكتفتز اللي هي اليومية بتاعتي I get up مثلا at six o'clock أنا بصحى الساعة ستة شايفين أنا I, we add nothing يعني ما ضفتش حاجة مع البرب بقولت get up على طول I get up at six o'clock أو I wake up at six o'clock وبعدين I go to the bathroom I have my breakfast, I walk to school أو I go to school ثم مثلا I have my lessons اللي هو انا بستخدم باخد الأنشط الليسون الدروس بتاعتي I go back home أو I go home at 2 o'clock I do my homework I have مثلا I play tennis at half past four or I play a game ثم I sleep مثلا at nine o'clock دي the daily activities اللي انت بتعملها كل يوم لكن في طبعا انشطة بتكون مثلا بالنسبة للرياضية في ناس بتعمل حاجات تانية احنا خدنا بعض الربس مثلا زي do بيجي معها اي اللي هي do بتجي معها اي حاجة انت بتعملها في at home في البيت بالنسبة ل my mother or my grandparents اي حاجة بتعملها قوة البيت او الافعال المنزلية بتاخد وممكن كمان اللي هي اي حاجة في المطبخ وناخد معها do او make مثلا بتخصن or do the laundry وفي اللي هو يرتب السرير make the bed اي حاجة بتتعمل في الاكل بتاخد معها make make food اي حاجة بتتعمل في اي حاجة دي اي حاجة دي اي حاجة دي في الاكل بناخد معها make بعد كده طبعا في عندي اللي هو verb بيخدناه قبل كده اللي هو verb go في اهل علاقة يميس go to the dentist اللي هو دكتور الاسنان ممكن اي حد عنده tooth ache اللي هو ألم في الاسنان بيكون ده نشاط مثلا بيروحه او بيعتده عند الدكتور فبياخد go to the dentist خدنا اللي هو make a speech يعني يعمل يلقي خطبة دي كلها verbis concerning daily activities today we are gonna to have reading time في كل يونت في حاجة اسمه passage اللي هي قطعة او comprehension بتكون مجمعة اللي هو بعض الوردس المهمة وبتدينا برضو المنتينز اللي عندنا اللي هو الزمن المهم اللي عندنا وبتدينا بتدربنا على اللي هو how to answer a passage or a comprehension let's start رامي فرغوت رامي فرغوت يعني رامي نسى رامي فرغوت يعني فرغوت اللي هي الباسم بنمر فرغوت 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 في الماضي رامي فرغوت رامي ساته الماذر would you go to the supermarket for me please مامتو بتقوله عنوان القطعة بتاعتي اسمها رامي فرغوت مامتو بتسأله او تطلب منه would you go to the supermarket for me please ده اسمه polite request يعني polite request دايما بستخدم فيها حاجة اسمها model verbs يعني هي الافعال الناقصة ذي كان could shall should may might اللي هي must or to او would بستخدم فيها يعني اما جي اطلب حاجة بطريقة مؤدبة بقولها او بطريقة يعني لطيفة بستخدم فيها model verbs المودل verbs زي كان زي could زي would زي well دي كلها اسمها model verbs ودايما model verbs يميس بتحب الverb في الانفينتب يعني الفينتب يعني الverb وذواتين اديشان يعني انا موضفلوش اي حاجة فهنا بتقوله بتطلب منه بطريقة لطيفة بتقولها would you go to the super market for me please ممكن تروح السوبر ماركت من اجلي من فضلك زي انت مثلا لو سيع بتطلب اي حاجة من اي حد بتقوله would مثلا would you would you give me a glass of water ممكن تديني for example انا اعتربت حد فانت محتاج ميا فتقوله would او could would او could وبتطلب منه فتقوله would you give me مثلا somewhere please ممكن تديني شوية ميا او would you مثلا would you give me او bring me او تجيب لي مثلا a cup of tea ده حاجة انا بستخدم فيها اللي هي would او او could او اي model verb سواء انت هتطلب من شخص تقوله would او could you لكن انت اللي عايز هتقول ايه could او would i بلاس الامفينت فهنا هي اللي طلبة منه فبتقوله would you go to the supermarket for me فنشوفه هو يرد عليها يقولها ايه she put the grocery list and some money on the table by the door يعني هي اضعت له grocery يعني قائمة المشتريات كتبت له قائمة المشتريات بتاعتها and some money on the table buy the door كلمة buy خدناها قبل كده كحرف تجرب معنا بواسطة لكن هو هنا equal next to or beside يعني جنب equal next to يعني جنب فبتقول by the door يعني هو مش هيروح بالدور لأ ده هي قصده اللي هو هي وضعت beside or next to the door no problem mom قال لها مفيش مشكلة بعد كده رامي arrived at the supermarket اللي هي طبعا اللي هي متغطية بالابيض دي يبقى رامي arrived at كلمة arrived at بتيجي مع small place يعني المكان الصغير في عندي حاجة اسمها arriving وarrive at arrive in يعني الاماكن الكبيرة يعني لو انت وصلت القاهرة تقول i arrived at لكن انت لو اي مكان جوه القاهرة تاخد او جوه المحافظة او small place تاخد معاها at يبقى في arrived in وفي arrived at يبقى arrive in بتيجي مع ال back places اللي هو الاماكن الكبيرة زي ال governorate اللي هي المحافظات وزي country اللي هو الدول لكن قد بتيجي مع الاماكن الصغيرة اللي اماكن الاحياء المدن البسيطة داخل المكان اوكي او ممكن اللي هي زي ال hospital زي السينيما اقول مثلا i arrived at i arrived at the cinema او arrived at the supermarket لكن arrive in مثلا i arrived in كايرو يعني انا وصلت للقاهرة يبقى في فرقة عشان بيجي لك ال preposition حروف الجري بتيجي في اللي هو ال under nine اللي هو نحط الخطة او choose the correct one و لازم تعرف ده الخرف الجري ده بيجي مع ايه ومع ايه زي ما خدنا من شوية اللي هو by equal next او equal beside وباي معناها بمعنى بواسطة وباي بتيجي قبل كده بتيجي مع حاجة اسمها reflexive pronoun for example اقولك i do the laundry by myself يبقى لا كذا معنى معناها بواسطة for example اقولك i got to school by bus كده معناها بواسطة for example اقولك اي put انا دلوقتي خطيت الالم by the laptop يبقى i put the pen by the laptop يعني جنبها لكن لها معنى برضو انا عملت الحاجة بنفسي بتيجي قبل reflexive pronoun ليه الضمائر المنحكثة زي مايسالف himself themselves ourselves to all for example i do i do my h w by myself بنفسي يبقى ده الخروفة نكمل let's complete our comprehension ramy arrived at the supermarket oh no said ramy i forgot the list لست معناها قائمة قائمة المشتريات هي كتبت له مامي كتبت له وهي لستة باللي هي عايزة فهو نسي اول حاجة عملها forgot forgot يعني نسي the list the list of groceries or grocery list اللي هي قائمة المشتريات شوف بعد كده رامي went home او went home انا لسه من شوية بقول في daily activities في بداية الحلقة قلت go home go home يعني يرجع للبيت equal return return يعني يعود للمنزل رامي went home هنا انا صرفته في past sample في زمن الماضي البسيط لان كل زمن الجملة الكمبرهنشة عندي في past sample في زمن الماضي البسيط فرامي went home يعني رجع البيت and got the list وخذ الايه then he back to the supermarket وبعدين هو رجع السوبر ماركت يبقى في عندي حاجتين هنا عندي كلمة went home اللي هي go home تكتبها معايا كده اكتبها معايا راتيت نقولك go home هي هي go back home هي هي return دي بمعنى يصل الى او يعود يعود الى اوكي وعندي كلمة run back يعني run back اصده اللي هو رجع رجع بسرعة run back يعني رجع بسرعة to the supermarket يبقى رجع البيت خذ الايه ورجع السوبر ماركت بعد كده run me put the grocery in the trolley يبقى run me put the groceries اللي هي تحتها الابيض دي in the trolley يبقى رجع بسرعة يبقى رجع بسرعة يبقى رجع بسرعة اللي هو جمع الرجع بسرعة وضعها in the trolley وحطها في ايه في trolley بتاعتها then he went to the check out يعني ايه check out كلمة check الوحدها لغاية الكه يعني يفحص او انت مثلا اقول my doctor او the doctor asked me to make a check يعني ايه اللي انت بتقوليه ده يا ميس يعني الدكتور طلب مني اللي انا اعمل فحص هنا معناها اللي هي فحص طبي او يفحص check لكن كلمة check out check out يعني اللي هو زي الكاشير كده اوكي عندك هتلاقيها في ال time هتلاقيها انت خدتها في grade 5 او grade 4 اللي هي equal cashier اوكي يبقى كلمة check out اللي هو اللي انت هتدفع عنده pay money for the groceries اللي انت هتدفع الفلوس من اجل المشتريات المكينة اللي عندها اسمع check out اسمع ايه check out يبقى اول حاجه he forgot the last missy the last بعد كده go back home or go home or went home رجع البيت and a got the last got the last and ran back to the a the supermarket بعد ما عمل كل ده هو اشترى طبعا او collect groceries اللي هو جمع المشتريات بتاعته اللي ممتو كتبهاله في الليست and put it in that a that trolley فحد حيقول لي يا ميس هي put هنا ليه ما حطتهاش في الباست حاجه اسمع irregular verb فعل شاز هو انا الفعل ال irregular ده خدته قبل كده معناها غير منتظم ولها معنى اللي هو فعل شاز يعني فعل شاز بيفضل زي ما هو في three cases بتاعته اللي هو present وفي الباست وفي الباست وهو تصريف التالت زي put بتفضل put put في الايه في ال present تبقى في الباست تبقى put في الباست برتسبه لما تبقى ان شاء الله في الاعدادة حتاخدها في التصريف التالت تبقى put برضو cut 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 cost 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 تفضل زي ما هي كده فبقول he put the groceries in the a the trolley حطها في الترولي then he went to the check out راح بعد كده للcheck out عشان يدفع الفلوس نشوف هو نسي ايه to the check out oh no he said i forgot the money انا ايه نسيت الفلوس i forgot the money يعني بعد ما خلص كل هي المشن اللي عليه المهمة اللي عليه في الاخر هو نسي the money i forgot the money يعني انا نسيت الفلوس after that he ran home got the money عشان هو روح البيت بسرعة عشان ياخد الفلوس and back to the supermarket و ايه ورجع للايه للسوبرماركت then he paid for حد يقول لي paid انا اول مرة اشوف الفربي ده الفربي ده جاي من pay 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 بداية زي paid اللي هي pay اللي يدفع من اجلي حاجة نقول pay for بتتغير في ال past sample تبقى paid زي say said اوكي يبقى paid for the groceries and went home يعني pay for يميس pay for لازم ييجي وراها يميس يميس الحاجة النون يبقى انا دايما بعرف اللي for بتحب النون او الفربي بلا سين جي فانا عندي كلمة pay for يعني يدفع من اجلي انا دلوقتي انا رحت دفعت مثلا خمسة جنيه عشان اشتري القلم اللي معايا نقول اوكي اوكي بص ركزوا في اللي أنا بقولوا كلمة pay for لازم ييجي وراها اي يميس اللي اتنين علينا كل دا علينا اوكي pay for لازم ييجي وراها النون الاسم الفربي بلا سين جي for example انا دفعت خمسة جنيه رحت اشتريت ده بخمسة جنيه نقول i pay it i انا اللي دفعت pay it i pay ونقولي الاستمن بتاعي five pounds for the a the pen for that t-shirt مثلا one hundred for that t-shirt يبقى انا كتبت ال a something i pay for it كتبت الحاجة اللي انا دفعت من اجله لكن لو pay to pay to يدفع لشخص يدفع لشخص for example انا رايحة ودفعت الفلوس للشخص اللي هو قاعد على الكشير الاسيستنت المساعد sell the man او sell the person فانا اقول i pay the money to to the a the sell the person يبقى to لازم يجي وراها person person لكن for لازم يجي وراها الشيء اللي انت دفعت من اجله يبقى علينا اللي اثنين pay for اللي هي بتبقى pay it for وبعديها اللي هي الحاجة اللي انت دفعت من اجلها لكن pay أو pay it to بتدفع للشخص اللي قدامك اوكي يبقى he paid for the groceries and went home يعني رجع البيت بعد كده رامي كاتبها دلوقتي يميز حاجة اسمها grocery list كان اخيرها ال y طب دلوقتي بقت اخيرها ies لاني ده حاجة plural جمع ولو حاجة plural انتهت بال y preceded was a consonant يعني اللي انت بتقولهوني ده لو حاجة جمع وعايزة انتهت بال y وعايزة جمعها وقبلها حرف ساكن يعني consonant اي حرف غير الحروف الفاول اللي هي ال a وال e وال i وال o وال you اللي انتو بتاخدوهم في اللي هي ال kindergarten اللي هو الحروف ضربت بعض وتصلحوا في الاخر لا احنا عندنا في grade 5 grade 6 اسمها الفاول five vowel a e i o u الفاول دول لو اي كلمة بتنتهي ب y وقبلها حاجة مش من دول عشان احولها لل plural للجمع بشيل ال y وحط ies زي grocery grocery كان اخيرها y عشان اجمعها وخليها اللي هي plural شلت ال y وحطيت ies فهنا رامي عمل ايه؟ بعد ما عمل كل المشن اللي عليه he forgot the groceries يعني نسى المشطريات at فين at the supermarket oh no he said i left them at the supermarket يعني left يعني يترك او يسيب الحاجة يعني okay i left اللي هي زي leave اللي هي المضارع بتاعها leave اللي هو يعني يترك او يغادر او يسيب الحاجة يعني بال common اللي هو local language بتاعتنا باللغة بتاعتنا هنقول يسيب الحاجة او يتركها اسمه left او leave it او كاي لكن انا خلاها في الباست عشان احنا نكلمين كل حاجة في الباست فقلت leave بتبقى left he left the groceries at the supermarket يعني في النهاية هو نسي groceries في السوبر ماركت طيب احنا منقولك as advice and advice don't forget anything to do okay ما تنساش اي حاجة انت تعملها don't forget your homework don't remember or be careful يعني خليك حريص وفكر كويس في الحاجة بتاعها طيب احنا ليه هنا عشان هو so hurry يعني كان دايما مصرع he ran back زي ما احنا شايفين he ran back رجع و مكانش ايه مكانش مركز اوكاي مكانش مركز فعشان كده he forgot many things يعني ايه نسى حاجات كتير نشوف اللي بعد كده ال word time اللي هو الكلمات اللي موجودة عندي اول حاجة عندي كلمة shop و السوبر ماركت يعني ايه shop و السوبر ماركت احنا عندنا ايه جيبت انا بروح ده و بروح ده shop يعني محل مخصص لبيع حاجة معينة يعني انا رايح مثلا اشتري حلوة انا باشتريها من محل الحلويات رايح اشتري مثلا اي قطعة ملابس باشتريها من محل الملابس زي انا دي حاجات مخصصة اللي بيع حاجة concerning one only one good يعني one good يعني بضاعة واحدة فقط يعني good هي good دي مش معناها يعني جيد يميز لكن لها معنى تاني اللي هي good زي البضائع معناها البضائع او الحاجات اللي احنا منشريها فانقول one اللي هو shop بيختص بيع حاجة معينة زي sweet shop زي toy shop بق shop كمبيوتر shop زي pet shop دي كلها البت شوب مثلا اللي هو محل الحيوانات الاليفة انا مش رايح اشتري من السوبر ماركت انا رايح اشتري كات او دوغ او تسي اي حاجة انت بيرايح تشتريها فمتشتريها من البت شوب فهنا ده مخصص ببيع البتس اللي هو اللي هي الحيوانات الاليفة رايح اشتري مثلا كلوذ اي بارت او اي بارت او او تي شيرت مثلا بروح الكلوذ شب اللي هو محل الملابس رايح اشتري حلوة او كايك او ايس كريم او اي حاجة بروح اشتري مسويت شاك لكن السوبر ماركت فيه كل الحاجات دي بيكون جامع كل الحاجات دي السوبر ماركت ابيج بلاس فور باينج او بيبيع او بيبيع او فور سيلنج اللي هو بيبيع افرثين يعني كل حاجة اوكاي يبقى الفرق what's the difference between a shop and a supermarket لو الشب يعني حاجة واحدة بيبيع مخصص بحاجة معينة لك السوبر ماركت جامع كثير او a lot of goods يعني كثير من ال a البضائع نشوف اللي بعد كده يميس عندي كلمة grocery last يعني grocery last يعني قائمة المشتريات اللي احنا اول حاجة نساها لو قلتلك what's the first thing that rami forgot it يعني اي اي اول شي رامي نساها اللي هي grocery list كلمة list يعني مش شغط قائمة المشتريات ممكن last for anything يعني مثلا انت رايح تشتري رايح لست اسماء مثلا اوكاي اللي هي بتاعة الغيار دي اتنقول علىها last last name last اللي هي قائمة الاسماء go home قلنا كلمة go home اكبر arrive home or return كلمة run back زي ما انتو شايفين في الفودوز اللي عندنا pictures الصور الاولاني الولد ماشي بالروحة كده ومروح البيت عادي خالص i go home يعني مروح البيت i arrive at home مثلا i return home يعني انا بعود للمنزل لكن run back يعني يجري مسرعا انت نسيت something او قالك for example i forgot something and i ran i ran back home to get it عشان احصل عليه نسيت البوكت بتاعتك او نسيت حاجة مهمة فانت طبعا بترجع مستاجل لكن after your work بعد العمل او after your school day او بعد المدرسة بتاعتك انت بتروح اوكي مش مسرع اوكي not hurry يعني انت مش مش مسرع فبقول عليها go home او go back home لكن يرجع مسرع اسمها run back اللي هي الباست بتاعها rain back run 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 اوكي run back اللي بعده check out line زي ما انتو شايفين في الفودوز الصورة في line ووقفين هنا اسمه check out line الفرق بين ده وده يمي اسمها فيه تحت كلمة check out check out line اللي هو line اللي انت بتوقع فيها for paying اللي هو اللي عشان تدفع الفلوس لكن check out اللي هي ماكينة ذات نفسها اللي انت روحت عشان تدفع خلاص اوكي زي ما احنا الصور موضحة test clear يعني اللي بعده زي ما انتو شايفين الصورة دي كلنا عارفينها طبعا كلنا our parents pay a lot of money for groceries every month كلنا طبعا نروح مع ماما كل شهر منشيل ونشوف الحاجة دي اللي هي trolley دي basket basket اللي هي الباسكت بتاعتنا اللي احنا منشتري فيها حاجة بسيطة بسيطة لكن trolley انا بشتري فيها حاجات كتير اوكي يعني انت فاركزامبل رايح تشتري اي شيء فابتخذ الباسكت لكن trolley gather or collect groceries يعني فها groceries كتير او مشتريات كتير بعد كده عندي assistant واحنا هنا من شوية assistant i pay money to the assistant 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 او هو شخص او مساعد بس مش مساعد فقط يا ميس في عملية الشراء يعني انا لو معايا في المدرسة في اللي هو الاسيستنت بتاعي المساعد بتاعي اللي هو ماركي مثلا بيتصحح الهامورك والكلام ده منقول عليه assistant المحاضر في الجامعة منقول عليه assistant اوكي اي حد بيساعدك في اي حاجة نقول عليه assistant اوكي مش شرط في عملية الشراء فقط او البيع او هو السيل زمان لا اي حد بيساعد اي حاجة اوكي في اي مكان نقول عليه assistant يعني مساعد كلمة change 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 لها two meanings يعني معنين انا دلوقتي بغير هدومين اقول اي change my aim my clothes لكن في انا دلوقتي معايا coins coins اللي هي الكون زي العملة المعدنية زي الباونز الجنين المصري بتاعنا الايجيبسيان باونز اللي هو الكون ده فدي اسماعها عندنا اسماعها الفكة او بقية الفلوس نقول عليها rest او change بقية الفلوس مثلا انت رايح تشتري حاجة ورايح تشتري مثلا القلم ده 6 pounds فهيتبقى 4 pounds من 10 جنيه مثلا فدي اسماعها change او the rest of money دي بقية الفلوس او نقول عليها change اللي هو الفلوس الكونس اللي هي الفكة لكن الفرب كفرب نقول change يعني يغير يغير شيء اللي بعد كده شايفين الشكل الفودو بتاعتي اللي هي الفكة الفلوسة الكونس اللي هي change draw book store draw يعني يرسم يعني يرسم اي حاجة يعني بيرسم اي حاجة لكن كلمة book store يعني مخزن كتب اللي هي equal book shop مثلا طب ايه الفرق بين دايهم يسوا library library اللي هو مكان زي school library اللي هي مكتبت المدرسة انا قولك it is a place where i can read books يعني مكان حيث انا اقرأ الكتب لكن book store بخزن او بضع فيه الكتب زي المكتبة كده لكن book shop اللي انا بشتري it is a place where i can buy books اللي انا بشتري منه الكتب نيجي بقى يا ميسا على الحاجات اللي اسمعت daily activities زي drive a car يعني سوق a car اي حاجة من وسائل المواصلات يجي معاعد اللي اتنين صح ممكن نقول i write the bus او i get in the bus اللي اتنين صح يعني يركب الايه الباس عندي cook cook يعني يطبخ طيب انا يا ميس عايزة انقول ماما بتطبخ على البتجاز في فرق بين حاجة اسمها cook حاجة اسمها cook وحاجة اسمها cook تاني يا ميسا كلمة cook يعني يطبخ وكوكينج اللي هي عملية الطبخ وكوكر اللي هي البتجاز ذات نفسه تمام؟ يبقى نقول ذا شاف cook 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 مثلا food on the cooker على البتجاز كلمة bake cookies يعني bake cookies يعني يغبز الكوكيت اللي هي الباسكوت الجميلة اللي احنا منحبها يبقى cook يعني cook يعني يعني يطبخ وكوكينج اللي هي الطبخ وكوكر يعني اللي هو عملية الطبخ وبake cookies يعني يغبز احنا دلوقتي حولنا اللي هو getting information about your comprehension اللي هي reading time اسمه رامي forgot واتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة وgettكم information from our reading and our analysis of verbis and preposition اتمنى اللي انتو ان شاء الله تتابعونا الحلقة الجاية next Tuesday from 3 to half past 3 thank you and good bye